اشتركوا في القناة الانترنت المخفي هو مصطلح يشير الى المحتوى المتوفر على الانترنت الذي لا يمكن الوصول اليه من خلال البحث بواسطة محركات البحث العادية مثل جوجل وياهو وبينج وامثالها يمكن استخدام محركات البحث العادية تلك للبحث عن المحتوى الظاهر المفهرس ضمنها يعتقد البعض ان اجمالي المحتوى الظاهر الذي يمكن الوصول اليه عبر محركات البحث العادية يشكل من نسبته 5% فقط من المحتوى المتوفر على الشبكة أما الـ 95% المتبقية فموجودة في القسم السري من الانترنت تلك النسب تقديرية وغير دقيقة لأن كل من المحتويين الظاهر والمخفي ينموان بوتيرة هائلة لكنها تشير إلى أنه حين تبحث عن شيء ما عبر جوجل فإنك تحصل على المعلومات الموجودة على السطح فحسب وتلك فكرة مخيفة إن فكرت بها فإذن ما المحتوى الموجود في الانترنت السري والذي لا يمكن الوصول إليه عبر جوجل يتضمن المحتوى المخفي قواعد بيانات ووثائق تبيع لشبكات خاصة مثل مواد تعليمية وصحفا وغيرها من المواد العادية المحولة إلى رقمية مما اختار أصحابه إخفاءه إنها مواقع غير مفهرسة ولا مسجلة في أي من محركات البحث العادية كما تلاحظون هناك استخدامات مشروعة للانترنت المخفي والشركات تستخدمه على نطاق واسع لكن يجب أن لا نخلط بينه وبين الانترنت المظلم يمكن الوصول للانترنت المظلم عند الغوص في أعماق الانترنت المخفي والوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها الناس للوصول إليه هي عبر شبكة تدعى تور أو The Onion Router وهو مستعرض انترنت يتيح للمستخدم التصفح بسرية والوصول إلى مواقع انترنت على نطاق Dot Onion تلك المواقع السرية التي تنتهي بـ Dot Onion ظهرت لأول مرة في أواخر التسعينيات وكانت من ابتكار مختبر الأبحاث البحرية الأمريكي كوسيلة آمنة لإرسال المواد الحساسة باستخدام العديد من طبقات الحماية والتشفير التي تحول دون تعقب نشاط المستخدم على الانترنت لطور فوائده فمثلا الأشخاص الذين يعيشون في دولة قمعية أو الذين لا يريدون أن تطلع الحكومة على أنشطتهم على الانترنت لأسباب حسنة يستخدمون طور لإخفائها لكن هو للأسف بدأ منذ العقد الماضي يتحول إلى مركز لتعاملات السوق السوداء والنشاطات الغير قانونية أحد أكثر مواقعه شهرة كان موقع سيل كرود لتجارة المخدرات والذي تم تأسيسه عام 2011 وكان يعرف بالإي باي المخدرات نسبة إلى موقع إي باي التجاري الشهير كان أحد أكثر المواقع زيارة في الانترنت المخفي وكان يتيح للناس الشراء أي نوع يريدونه من المخدرات والدفع بعملة بيتكوين الإلكترونية مما يجعل تعقب عملية الشراء أمرا صعبا للغاية تم إغلاق الموقع عام 2013 بعد ترصد طويل لمؤسسه روس ألبريخت إلى حين إغلاقه وصلت قيمة مبيعات الموقع إلى 1.2 مليار دولار وعادت إلى روس بأرباح قدرها 80 مليون دولار لكن الإنترنت المظلم يتضمن ما هو أكثر من مجرد متاجر للمخدرات فهو يتضمن أيضا متاجر لبيع جوازات سفر وبطاقات هوية بالإضافة إلى أسلحة ومتفرجرات ومواد كيميائية وفيروسات إلكترونية تستخدم لسرقة بيانات شخصية يمكن أيضا شراء بيانات شخصية ويعتقد أنه يمكن إيجاد بيانات خاصة بشخصية رفعة المستوى مثل رؤساء ووزراء هناك هو كمثال عن أسوأ ما يمكن إيجاده هناك أدلة مفصلة عن كيفية ارتكاب جرائم يمكن أيضا شراء منتجات وعملة مزيفة بل وحتى استئجار قتلة مأجورين لكن من غير المعروف ما إذا كانت خدمات القتلة المأجورين مجرد احتيال أم لا من الجيد أن الدول بدأت مؤخرا بتشكيل وحدات خاصة بالجرائم الإلكترونية لمكافحة جرائم الإنترنت المظلم وهدفها الأساسي هو الحد من نشاطات الشبكات الإجرامية واستغلال الأطفال وللرد على السؤال لما لا يمكن تعطيل الأنترنت المظلم نجيب بأن الأمر ليس بهذه البساطة الإنترنت المظلم هو الجانب المظلم من الإنترنت المخفي المفيد والمستخدم على نطاق واسع لذا فمن غير المعقول إغلاقه بهذه البساطة وسرية طور حيث توجد أغلب مواقع الإنترنت المظلم تجعل من المستحيل تقريبا ملاحقة تعاملات السوق السوداء لأن لا شيء فيها قابل للتتبع إضافة إلى أن المتطلبات المالية والمعرفية اللازمة لإغلاقه تعني أن ذلك لن يحدث السبب الوحيد الذي أدى لإلقاء القبض على مؤسس موقع سيلك رود هو الظهور آثار له على الإنترنت الظاهر والإفبياي أغلقت الموقع بعد تحقيقات وجهود مكثفة لترصده وتفاصيل ذلك تبقى سرا من أسرار مكتب التحقيقات الفيدرالية لكن عليك أن تعرف أنه على الرغم من أنك قد تشعر بأنك غير خضع للرقابة عند استعمال الإنترنت السري إلا أنك إن ضغطت على شيء ما أو حملت شيئا لا يجذر بك تحميله قد يترتب على ذلك تبعات وخيمة لأنك لا تدري من قد يخترق جهازك وقصص اختراق أجهزة الناس وكاميراتهم لا حصر لها الخلاصة هي أن الإنترنت السري أو المخفي له استخداماته المفيدة لكن الجانب المظلم منه هو حيث يمكن أن تسوء الأمور خيتاما نأمل أن هذه المادة لم تشجعكم على تصفح الإنترنت السري لأن ذلك ليس هو هدفنا أنا شخصيا لم أتصفح الإنترنت المخفي ولا أنوي فعل ذلك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر